تتخذ حليمة احدى القاعات الدراسية داخل مدرسة مهجورة في مدينة تاورغاء الواقعة على بعد 240 كم شرق طرابلس ورشة لأعمالها من السعفيات وهي حرفة تتمثل في صناعة السلال والاطباق والحصائر والحقائب من اوراق النخيل المجفف تنسج وتزين بألوان عدة لتتشكل لوحة فنية بامتياز وتعد مدينة تاورغاء من أشهر المدن التي لا تزال تحافظ على هذه الحرفة التقليدية وتمتاز منتجاتها بجودتها العالية التي تتوافر في معظم مدن البلاد